صار واضحا عندكم كيف أن المنطقة الطوسية الذي هو منطق رجل الدين الحمار يخالف القرآن بشكل واضح كيف يفهم المنطق الطوسي ما يرتبط بشؤون محمد وآل محمد مثلما حدثتكم عن المنطق الطوسي الذي هو منطق رجل الدين الحمار سأحدثكم عن المنطق الزهرائي الذي هو منطق رجل الدين الإنسان إنه منطقهم إنه فكرهم هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان خلقكم الله أنوارا فأين هذا الذي يتحدث عنه المنطق الطوسي من أن الإمامة المعصومة شخصية تتميز اجتماعيا وعندها مجموعة من المواهب والملكات والقدرات التي تطفي كمالا على هذه الشخصية وهي عطاء من الله ولذا فإن الطوسيين الذين منطقهم منطق رجل الدين الحمار يقولون عن المعصوم إنه لا يعلم الغيب يقولون عن المعصوم من أن الغفلة تصيبه حديث عن الغفلة العلمية يقولون عن المعصوم من أنه ينسى ويسهو يقولون عن المعصوم من أنه قد يتجاوز حدود الآداب في بعض الأحيان يقولون عن المعصوم من أنه قد يدخل في مشاريع فاشلة يقولون عن المعصوم من أن أئمة الضلال يكونون أذكى منه في الجانب السياسي هذا كله في كتب مراجع حوزة النجث وقد قرأت هذا من كتبهم في العديد من المرات وكل ذلك موثق في برامجي لا أريد أن أتحدث عن هذه التفاصيل فضلال حوزة النجث واضح بالنسبة إلي وواضح أيضا بالنسبة للذين يتابعون برامجي لقد عرضت ضلالهم من كتبهم من كتبهم التي يعتمدونها ومن كتبهم التي يوجهون أتباعهم أن يلتزموا بها ومن هنا فإنهم يقولون من أن المعصومة يترك المندوبات من أن المعصومة يرتكب المكروهات إلى غير ذلك ما أعتقده من خلال ثقافة الكتاب والعترة شيء آخر سأبينه لكم لكن الكلام يأتي تباعا وبالتدريج تتضح المطالب المنطق الزهرائي هكذا يقول خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين هذه حقائقهم المعصومة حينما قلت لكم من أن حقائقهم معصومة خلقكم الله أنوارا أنوارا لا ظلمة فيكم فجعلكم بعرشه محدقين المحدق بالشيء هو المحيط به ومن هنا يقال للبستان الذي يحيط بالبيت من جميع جهاته حديقة الحديقة هي البستان الذي يحيط بالبيت من جميع جهاته فقد أحدق بالبيت من جميع الجهات ويقال لسواد العين حدقة العين أو حدقة العين لأنها تحدق بالصورة التي في وسطها تحيط بها خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فأنتم حقائق نورية لا كما يقول الطوسيون من أنكم شخصيات تميزت اجتماعيا ونالت ما نالت بعطاء من الله من المواهب والملكات التي جعلتكم في حالة من الفضل والكمال والكمال ولكن من فضل وكمال نسبي لأن المنطقة الطوسية يتحدث عن ارتقاء مراتب محمد وآل محمد حتى بسببنا حينما نصلي عليهم فإن صلاتنا تكون سببا لارتقائهم هكذا يتحدث المنطق الطوسي الأخراق هكذا يتحدث مراجع النجف وكربلا بمنطق رجال الدين الحمير أتحدث عن البشر الحمير لا أتحدث عن الحيوانات الحمير الحيوانات الحمير أشرف بكثير روثها أشرف بكثير من أدمغتي ورؤوس البشر الحمير هذا هو الفارق الكبير بين منطق رجل الدين الحمار ومنطق رجل الدين الإنسان إنني أتحدث في أجواء ثقافة الكتاب والعترة لا شأن لي بثقافة السقيفة بني ساعد ولا شأن لي بثقافة سقيفة بني طوس خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فتجليتم في عالمنا التراب شخصيات نورية ما هي بشخصيات ترابية مثلي ومثلكم خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم إلى أن تقول الزيارة الشريفة وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم ليس سببا لارتقائكم وإنما طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا صلاتنا عليكم تكون سببا لارتقائنا نحن لا لارتقائكم أنتم سادة آل محمد كما يقول منطق رجال الدين الحمير من مراجع حوزة النجف وكربلا هذا هو المنطق الزهرائي فلا وجود للمكروه في قاموس هذا المنطق بالنسبة لمحمد وآل محمد هذه الأحكام ترتبط بي وبكم لا معنى للمكروه ولا معنى للمستحب ولا معنى للواجب والمحرم في ساحة محمد وآل محمد هذه ذوات نورية لا علاقة لها بهذه العناوين حينما يطبقونها لأنهم يمثلون الأنموذج العملية الأمثل الذي يعبر عنه بالأسوة لأجل أن نتأسى بهم فليس هناك من واجب عليهم وليس هناك من محرم عليهم وليس هناك من مندوب أو مستحب وليس هناك من مكروه وليس هناك من مباح القضية أعمق بكثير خلقكم الله أنواراً هذه الأنوار ما علاقتها بواجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح هذه العناوين ترتبط بي أنا أنا هذا الكائن الترابي وترتبط بكم أنتم أنتم الكائنات الترابية الأحكام التكليفية أحكام تتناسب مع السنخية الترابية التي هي أنا وأنتم محمد وآل محمد سنخيتهم نورية ليست ترابية إذا ما جاءوا بهذه الأحكام فإنهم يأتون بها من جهة الأسوة من جهة المثال وهذا هو الذي تتحدث عنه عبائر الزيارة الجامعة الكبيرة هذه التي بين أيدينا خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم في الدعاء المهدوي الذي الذي وردنا من الناحية المقدسة والذي يقرأ في شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا هو تعريف عصمة محمد وآل محمد أتحدث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر هذا هو تعريف عصمتهم ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا أدق تعريف لعصمة محمد وآل محمد عصمة الأنبياء شيء أخر حديث عن قول وفعل ونية تلك أجواء عصمة الأنبياء أما عصمة محمد وآل محمد أتحدث عن الأربعة عشر عصمتهم هذه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك خلقكم أنوارا هذه هي الحقائق النورية فجعلكم بعرشه محدقي فأحاطت نوريتهم بنورية العرش ونورية العرش من نوريتهم ولذا ذل لهم وذل كل شيء لكم من هنا أحدقوا به من هنا أحاطوا به من هنا كانوا أوسع منه وهذه التعابير قاصرة أيضا لكنها هي هي ألفاظ اللغة التي تتحكم بالمضامين حينما أريد بيانها اللغة هي الحاكمة واللغة قاصرة ستكون النتيجة نتيجة قاصرة أيضا ومن عنده ومن عنده في دعاء ليلة المبعث في شهر رجب إنها ليلة السابع والعشرين من شهر رجب هكذا نقرأ وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك ومن عنده ومن عنده هذه هي الحقائق العالية العالون العالون لا فرق بينك وبينها الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هكذا نقرأ في دعاء الاستئذان حينما نذهب إلى زيارة السرداب الشريف في سامراء أو حينما نزور مشاهدهم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان هؤلاء هم وجهه لأنه لا يقوم في المكان فتجلى في هذه الشخصيات النورية الإلهية الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان قد تقولون من أن القرآن في سورة الكهف مثلا في الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وهذا التعبير ورد أيضا في سورة فصلت في الآية السادسة بعد البسملة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وهنا في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنما أنا بشر مثلكم هذا المطلب حدثتكم عنه في مجموعة حلقات أعرف إمامك حين حدثتكم عن المقام البشري المطلق وعن المقام البشري المقيد للإمام المعصوم نذهب إلى فاصل مراجع الشعة عموما في أجواء المنهج الطوسي منهم من ذهب إلى أن المعصوم لا يرتكب المكروه ومنهم من ذهب إلى أن المعصوم يرتكب المكروه إذا كان في ذلك من بيان وتشخيص للمكروه من أنه ليس محرما فهو يرتكب المكروه كي يبين للشعة من أن هذا الأمر ليس محرما وهناك من قال من أن ارتكاب المكروه لا يقدح في العصمة إلى غير ذلك مما ذهبوا إليه حتى الذين قالوا من أن المعصوم لا يرتكب المكروه مطلقا إنهم ما أصاب كبد الحقيقة فإن الحقيقة تتجلى إذا دققنا النظر في هذين المقامين هناك المقام البشري المطلق لا أريد أن أسهب في الحديث عن هذه العناوين لكنني سأقول بالإجمال المقام البشري المطلق حينما نقول عن المعصوم من أنه وجه الله مثلما نخاطب إمام زماننا الحجة بن الحسن في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا هو المقام البشري المطلق مقام بشري وصف بالبشرية لأن الأئمة يظهرون لنا في عالم الدنيا بالهياكل البشرية لا لا يظهرون بحقائقهم النورية الأولى هياكلهم البشرية تمثل وجها من وجوههم من وجوه حقائقهم المقام المقام البشري المطلق حينما يكون الإمام وجها لله والإمام هو وجه لله في جميع الأحوال لكنني أقول حينما حينما ننظر إلى هذه الحيثية هذه حينما بالنسبة لنا حينما بالنسبة لعقولنا حينما ننظر إلى هذه الحيثية الإمام وجه الله على الإطلاق لكننا في تفكيرنا نتعامل مع حيثيات مع لحاظات المقام البشري المطلق حينما يكون الإمام وجه الله هذا على المستوى العقائدي النظري وعلى المستوى العقائدي العملي ما تقوله الزيارة الجامعة الكبيرة وهي تخاطبهم وذل كل شيء لكم ذل كل شيء لوجه الله لأن الإمام وجه الله وكل شيء ذل لوجه الله وذل كل شيء لكم هذا المقام المطلق ما علاقة التشريعات الدنيوية به الوجوب الحرمة الاستحباب الكراهة الإباحة هذه هذه تشريعات دنيوية ترابية ترتبط بشؤون حياتنا الدنيوية الترابية ما علاقة هذه الأمور التي تكون تافهة لا قيمة لا قيمة لها بالنسبة لهذا المقام هذه أمور مهمة بالنسبة لي ولكم بالنسبة لهذا المقام هذه أمور تافهة المقام البشري المقيت هذا المقام هو الذي نتوجه إليه على أنه الأسوة هو أسوة لنا الإمام أسوة لنا هو الحجة علينا من الجهة النظرية هو الحجة علينا ومن الجهة العملية هو الأسوة لنا إذن المقام البشري المطلق من الجهة النظرية وجه الله ومن الجهة العملية وذل كل شيء لكم المقام البشري المقيت من الجهة النظرية هو حجة الله حجة علينا ومن الجهة العملية هو الأسوة الأسوة الإلهية بين أظهرنا في المقام البشري المطلق لا وجود لهذه العناوين الوجوب الحرمة الاستحباب الكراهة الإباحة في المقام البشري المقيت لأن لأن الإمام أسوة لنا أسوة إلهية لنا فإن العناوين هذه تتعلق بهذا المقام من جهة التأسي لا من جهة حاجة المعصوم لهذه العناوين فهذه العناوين ترتبط بملاكات المعصوم في مقامه هذا في المقام البشري المقيد لا يحتاجها لا يحتاج لتلك الملاكات سأضرب لكم مثالا هذا كتاب الوسائل وسائل الشيعة للحر العاملي وهذا هو الجزء السادس عشر وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران صفحة خمسمية واثناش من الباب العاشر إنه الحديث السادس بسنده عن الحسين ابن أبي العرندس قال رأيت أبا الحسني بمينة يتحدث عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه الحسين الحسين ابن أبي العرندس يقول رأيت أبا الحسني بمينة وعليه نقبة ورداء النقبة هو رداء واسع إذا ما لبسه الإنسان فإنه يحيط ببدنه رأيت أبا الحسن بمينة وعليه نقبة ورداء وهو متكن على جواليق سود على يمينه الجواليق هي أكياس تصنع من الصوف أو من الوبر أكياس كبيرة توضع فيها الأغراض وهو متك على جواليق سود على يمينه فأتاه غلام أسود بصحف فيها رطب إما بصحف مثل ما هو مكتوب والذي أعتقده جاءه بصحفة فيها رطب وليس بصحف بمجموعة فجعل يتناول بيساره الإمام الكاظم فيأكل وهو متكي على يمينه تناول الطعام باليسار مكروه الإمام يتناول طعامه يتناول الرطب بيساره فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو متكي على يمينه فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا فقال حدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله سمع الإمام الصادق يقول صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين حقيقته معصومة كاملة ملاكات ملاكات الأحكام لا تتعلق به الإمام المعصوم تنام عيناه ولا ينام قلبه يعني يعني إذا كان متوضئا فإن وضوءه لن ينتقط حتى لو نام أساساً أساساً الإمام المعصوم هل يحتاج إلى الوضوء قطعاً لا لأن ملاك الوضوء هو التطهر والمعصوم هو حقيقة التطهر فكيف يحتاج إلى الوضوء وإنما يتوضأ المعصوم ويغتسل المعصوم ويغسل بعد خروج روحه من جسده أيضاً وهو ليس محتاجاً لذلك لأنه الأسوة هذا هو المقام البشري المقيد مقيد بإرادة المعصوم هو الذي يقيد نفسه بهذه الأحكام في هذا المقام الإمام المعصوم إذا كان يبرز التطبيق الأمثال فإنه لن يرتكب المكروه أما إذا كان يريد أن يبين لنا من أن العناوين هذه لا علاقة لها به فكلتا يديه يمين وتنام عيناه ولا ينام قلبه وهو المطهر الذي طهره الله في آية التطهير هكذا نقرأ في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهل يحتاجون إلى وضوء أو غسل أو تيمم بعد هذا التطهير الإلهي هكذا نخاطب الحسين في زياراته أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلات وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك هذه ذوات لا تحتاج إلى تطهير وانظروا إلى هراء مراجع حوزة الحمير حين يصدرون الفتاوى بنجاسة دم المعصوم وحين يتحدث ناطقهم العقائدي الرسمي الهوائلي من أن دماء الحسين نجسة حتى بعد استشهاده أي منطق حميري هذا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير ملاك الوضوء هو تحصيل طهارة جزئية رمزية ويطهركم نحن نتوضأ لأن أبانا آدم ارتكب المعصية في جنته فتحرك بقدميه وتوجه بوجهه ومد يديه إلى الشجرة ومن هنا فإننا نغسل وجوهنا ونغسل أيدينا ونمسح على رؤوسنا وعلى أرجلنا إنها وسائل المعصية الوضوء تطهير لهذه الأعضاء التي كانت وسائل معصية عند أبينا آدم في جنته حينما دنى من الشجرة فالوضوء طهارة رمزية من تلك النجاسة فما علاقته محمد وآل محمد بهذا ما علاقته معصية آدم كانت خروجا على محمد وآل محمد لأريد أن أدخل في تفاصيل حكاية أبينا آدم وأمنا حواء ما علاقة كل هذا بمحمد وآل محمد إنهم العالون العالون ومن عنده الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لحاجة لهم لكل هذا إنما يأتون بكل هذا وعلى أفضل وجهه يأتون بكل هذه التكاليف وعلى أكمل وجهه مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نقول لهم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته هذه هي الأسوة هذا المقام البشري المقيد مقيد بإرادتهم بولايتهم أما بقية المضامين في الزيارة الجامعة الكبيرة حينما نقول لهم من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم هذه نفحات من نفحات المقام البشري المطلق فملاكات الأحكام هم الذين أوجدوها والآثار المترتبة دنيويا وأخرويا تحت ولايته وتحت سلطته ألا نقرأ في زيارة صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين هكذا نقول لإمام زماننا أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال هذا هو الملاك الأعظم الملاك الأعظم ولايته هذه الأحكام الوجوب الحرمة الاستحباب الكراهة الإباحة هذه الأحكام لها ملاكات صغرى كملاك الوضوء التطهر وكل حكم له ملاكه الأصغر الملاك الأعظم هنا الملاك الأعظم ولاية علي والتي تتجلى في ولاية قائم آل محمد إنه إمام زماننا إنه أصل ديننا إنه وجه الله الذي إليه نتوجه أشهد أشهد بولايتك تقبل الأعمال وتزك الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته هذا الذي يكون في هذا الشأن هل نأتي ونناقش من أنه يفعل المكروه أو أنه لا يفعل المكروه أي منطق حميري هذا قارنوا قارنوا بين منطقي رجل الدين الإنسان ومنطقي رجل الدين الحمار نذهب إلى فاصل البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك من كل ما تقدم يظهر لنا بخصوص موضوع السؤال يظهر لنا أمران الأمر الأول ملاكات الأحكام ليس لها من تأثير على المعصومين فصاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين بعد كل هذه الحقائق كيف نقبل أن المعصومة بحاجة إلى ماء كي يتطهر به والماء هذا نعمة جرت بسببه والماء هذا صورة مادية بين السوائل لولايته لأن الطهور الحقيقي في ولايته ولايته هي الطاهرة المطهرة وهي الطاهرة المطهرة وما في الماء من صفة التطهير من آثار تلك الولاية وهذا الماء إذا لم يكن مباحا بإباحة من الإمام فإننا فإننا لا نستطيع أن نتوضأ به لأنه سيكون مغصوبا إلى سائر التفاصيل الجزئية الأخرى فالإمام أعلى شأن في الطهارة من الماء كيف يطهره الماء إذا تنجس الماء وأراد الإمام أن يطهر الماء فإنه سهتطهر إذا أراد الإمام لماء نجس أن يتطهر إذا أراد الإمام ذلك فإن الماء سيتطهر بدرجة أعلى مما لو طهر بالماء فالماء النجس يطهر بالماء أيضا يضاف إليه الماء كي يكون طاهرا لكن لو أراد المعصوم للماء أن يتطهر من دون ماء سيتطهر ذلك الماء وبدرجة أعلى مما لو طهر بالماء فالمعصوم جوهر الطهارة والتطهر وهذا الأمر يجري في سائر الأحكام المعصوم قلبه لا يحتاج إلى صلاة ولا يحتاج إلى صيان هذه العبادات عبادات مشرعة لي ولكم المعصوم يأتي بها على أكمل وجه لا لحاجته إليها بعبادتكم قد عبد الله هذه العبادة الظاهرة هي التي تكون سببا لأن يعبد الذين يعبدون الله من الإنس وغيره الموضوع بحاجة إلى أمرين إلى دقة في الفهم وإلى توفيق في المعتقد أنا لا أستطيع أن أتوغل كثيرا وأنا أرى الساعة أمامي فالوقت يجري ويجري والعمر يجري ويجري إنني أغبط نفسي وأغبط كم أنتم الذين تتابعون هذا البرنامج أن الدقائق هذه من أعمارنا نقضيها في ذكرهم في حديثهم في أجوائهم من قال من أننا سنبقى سنة إلى يوم مثل هذا اليوم في عام قادم كي نجدد ذكرهم في مثل هذه الأيام وكي نقف في فنائهم في مثل ليلة كهذه الليلة إنها شهادة إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه وحق الحسين إنني لأغبط نفسي وأغبطكم أن نكون قد وفقنا في هذه الدقائق القليلة من أعمارنا أن نكون في أجواء ذكرهم ولا تنسوا هذا القانون إنه قانون الذكر الإلهي اذكروني أذكركم ونحن كذلك حين نذكر محمدا وآل محمد فإنهم يذكروننا اذكروني أذكركم قلت هناك أمران الأمر الأول يرتبط بالملاكات فهذه الملاكات ليس لها من أثر على المعصومين مثل ما بينت لكم والأمر الثاني الأمور العارضة التي تعرض عليهم كما يعرض المرض مثلا كما جرى ما جرى في كربلا إنما يجري بإذنهم كل شيء يجري بإذن الله بإذن الله بإذن الإمام المعصوم كل شيء يجري بإذنه بإذن الله بإذن الإمام المعصوم أقرأ لكم حادثة جاءت مذكورة في الجزء الثاني من عيون أخبار الرضا للصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم صفحة 231 إنه الحديث الثاني والعشرون بسنده عن هرثم ابن أعيا وهرثم اسم من أسماء الأسد يقال أسد هرثمة عن هرثمة وهو هرثمة ابن أعيا يقول دخلت على سيدي ومولاي يعني الرضا عليه السلام في دار المأمون لأن المأمون جعل الدار التي يعيش فيها إمامنا الرضا بجنب قصره حتى يكون تحت نظره دخلت على سيدي ومولاي يعني الرضا عليه السلام في دار المأمون وكان قد ظهر في دار المأمون أن الرضا قد توفي ولم يصح هذا القول فدخلت أريد الإذن عليه قال وكان في بعض ثقات خدم المأمون غلام يقال له صبيح الديلمي وكان يتوالى سيدي حق ولايته وإذا صبيح قد خرج فلما رآني قال لي يا هرثم ألست تعلم أني ثقة المأمون على سره وعلى نيته قلت بلى قال أعلم يا هرثم أن المأمون دعاني وثلاثين غلاما من ثقاته على سره وعلى نيته في الثلث الأول من الليل فدخلت عليه وقد صار ليله نهارا من كثرة الشموع وبين يديه سيوف مسلولة مشحوذة مسمومة مسلولة أخرجت من الأغمدة مشحوذة قد شحذت قد حدت مسمومة قد أنقعت في السم فدعا بنا غلاما غلاما ويتحدث عن نفسه وعن الثلاثين غلاما فدعا بنا غلاما غلاما وأخذ علينا العهد والميثاق بلسانه وليس بحضرتنا أحد من خلق الله غيرنا فقال لنا المؤمون يقول لهم هذا العهد لازم لكم أنكم تفعلون ما آمركم به ولا تخالف فيه شيئا قال فحلفنا له فقال يأخذ كل واحد منكم سيفا بيده وامضوا حتى تدخلوا على علي بن موسى الرضا في حجرته فإن وجدتموه قائما أو قاعدا أو نائما فلا تكلموه وضعوا أسيافكم عليه واخلطوا لحمه ودمه وشعره وعظمه ومخه ثم اقلبوا عليه بساطه وامسحوا أسيافكم به وصيروا إلي وقد جعلت لكل واحد منكم على هذا الفعل وكتمانه عشر بدر دراهم بدر جمع لبدر وبدرة الدراهم كيس يوضع فيه عشرة آلاف من الدراهم وقد جعلت لكل واحد منكم على هذا الفعل وكتمانه عشرة بدر دراهم وعشرة ضياع منتخبة ضياع يعني بساتين يعني حقول مزروعة والحظوظ عندي ما حييت وبقيت جعلت لكم حظوظا منزلة عالية قال فأخذنا الأسياف بأيدينا ودخلنا عليه في حجرته فوجدناه مضطجعا يقلب طرف يديه ويتكلم بكلام لا نعرفه قال فبادر الغلمان إليه بالسيوف ووضعت سيفي وأنا قائم أنظر إليه وكأنه قد كان علم مصيرنا إليه فليس على بدنه ما لا تعمل فيه السيوف كان يلبس ثيابه الخفيفة فليس على بدنه ما لا تعمل فيه السيوف فطووا على بساطه أي قطعوه بالسيوف ثم طووا على بساطه فطووا على بساطه وخرجوا حتى دخلوا على المأمون فقال ما صنعتم قالوا فعلنا ما أمرتنا به يا أمير المؤمنين قال لا تعيدوا شيئا مما كان فلما كان عند تبلج الفجر خرج المأمون فجلس مجلسه مكشوف الرأس هذه علاء مصاحب المصيبة فجلس مجلسه مكشوف الرأس محلل الأزرار وأظهر وفاته أظهر وفات الرضا وقعد للتعزية ثم قام حافيا حاسرا فمشى لينظر إليه وأنا بين يديه هذا الذي يقوله صبيح الديلم فلما دخل عليه حجرته سمع همهامته سمع صوت الإمام الرضا فأرعد فأرعد المأمون خوفا ثم قال من عنده قلت لا علم لنا يا أمير المؤمنين فقال اسرعوا وانظروا قال صبيح فأسرعنا إلى البيت فإذا سيدي عليه السلام جالس في محرابه يصلي ويسبح قطعوه بالسيوف في الليلة الماضية فقلت يا أمير المؤمنين هو ذا نرى شخصا في محرابه يصلي ويسبح فانتفض المأمون وارتعت ثم قال غدرتموني لعنكم الله يعني لم تقتلوه ثم التفت إلي من بين الجماعة ثم التفت إلي من بين الجماعة فقال لي يا صبيح أنت تعرفه فانظر من المصلي عنده ربما هذا ما هو بالرضى فانظر من المصلي عنده قال صبيح فدخلت وتولى المأمون راجعا ثم صرت إلي عند عتبة الباب قال عليه السلام لي يا صبيح قلت لبيك يا مولاي وقد سقطت لوجهي من حيرته فقال قم قم يرحمك الله يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون قال فرجعت إلى المأمون فوجدت وجهه كقطع الليل المظلم فقال لي يا صبيح ما وراءك فقلت له يا أمير المؤمنين هو والله جالس في حجرته وقد ناداني وقال لي كيت وكيت قال فشد أزراره المأمون شد أزراره وأمر برد أثوابه وقال قول إنه كان غشي عليه وأنه قد أفاق قال هرثم فأكثرت لله عز وجل شكرا وحمدا ثم دخلت على سيدي الرضا عليه السلام فلما رآني قال يا هرثم لا تحدث أحدا بما حدثك به صبيح إلا من امتحن الله قلبه للإيمان بمحبتنا وولايتنا فقلت نعم يا سيدي ثم قال عليه السلام يا هرثم والله لا يضرنا كيدهم شيئا حتى يبلغ الكتاب أجله يعني إلى الوقت الذي نحن نريد لهذه الأعراض ولهذه الآثار أن تظهر علينا وهذا الأمر يجري في هذه الأعراض ويجري في ملاكات الأحكام أيضا نذهب إلى فاصل